السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب وحبيب قلبي احلى متابعين في الدنيا متابعين قناتي كل يوم جديد مجدد جندي ولو اول مرة بتتابعوني ما تنسونيش من اللايك من الشير سبسكرايب تفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد واتمنى جميع وصفاتي اللي بقدمها على القناة تعجبكم وتنوردكم النهاردة انا جاي لكم وجاية فرحانة جدا جدا بمتابعتكم لي ومتابعة القناة وكمان تعلاقاتكم الجميلة اللي افتتوني بيها في ان انا اعرف اجيب الحاجة الكويسة في بيتي وطبعا انتوا عارفين ان السلع المعمرة دي الواحد ما بيجيبهاش بالساهل وكمان الله وصلي وسلم مبارك عليك سيدنا محمد بيبقى عايز يجيب افضل حاجة يحطها في بيته لانها بتبقى حاجة العمر مش معقول هيجيب تلاجة وسنة او اتنين وكمان يتخلص منها او يبتدي يجيب غيرها وتطلع مش كويسة ومش معقول هيجيب دي فريزر وبرضو سنة او اتنين ويطلع مش كويسة الحاجة دي بتبقى حاجة عمر فعشان كده اخدت اراءكم واستمتعت جدا بكل متابع لي افدني في قلب التعليقات وقال لي وشجعني ان انا اجيب النهاردة كريازي وشجعني ان انا اجيب ويتويل هنتكلم مع بعض كده شوية اه واسجلكم كمان بقى فرحي اه بالحاجات اللي انا جبتها احنا شايفين هي التلاجة مكتوب عليها ضمان عشر سنين والشاشة بتاعتها شاشة ديجيتل طبعا اه الشاشة الفريزر هنا اه بيتحكم فيه الشاشة بنعرف عن طريق الشاشة اه اللي قدامنا دي الدرجة الحرارة اه وكمان الله مصالي وسلم وبرك عليك سيدنا محمد اه فيها خاصية اه كمان توفير الطاقة لو انت مسافرة اه وحبيتي توفر الطاقة بس اه ما تشتغلش التلاجة بكفاءة عالية اه طول ما انت مش موجودة بس في نفس الوقت برضو هي شغالة ومش مفصولة ده نوعتي التلاجة وانا ظهرت معاكم وهو ده اول ظهور لي على القناة يا جماعة من فرحتي بالحاجات اللي جبتها اه ما كنتش واغد بالي ان انا باينة في القامرة بالشكل ده بس قلت يلا اطلع لمتابعيني ويشوفوني اه ويتعرفوا علي التلاجة بتاعتنا اه ده الدواخر بتاعتها نتفرج مع بعض على الدواخر بتاعتها ده دي فريزر بتاعها حلو جميل ومساحته حلوة رفين ودي مكعبات التلج دي ما اقول لكمش افدتني قد ايه بصراحة مكعبات التلج دي انا اولادي اه بيفرزوها على طول مفيش اه ربع ساعة وبتكون التلجة بسم الله ما شاء الله تتليج روعة 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 وكل شوية بقى يشربوا المية ويحطوا فيها مكعبات التلج دي وعندنا بقى الداخل بتاع الفريزر كده ده الحوض اللي هو بنحط عليه التفرزات بتاعتنا وكمان فيه اه فتحات للتهوية وكمان سهل ان انا اطلعوا واخسلوا اه من اي عوالق هتبقى عليه نيجي بقى للداخل بتاع التلاجة بتاعتنا من تحت مساحتها حلوة الارفف بتاعتها حلوة قوي قوي هنا بقى الداخل بتاع التلاجة لها طيمر لوحدها زي ما احنا شايفين كده بيتحكم في درجة الحرارة الداخلية بتاعتها وهنا فتحات تهوية زي ما احنا شايفين الحاجة دي هتبقى حاجة العمر فعشان كده يا جماعة اصريت ان انا اورها لكم واه اوري لكم كمان اه اخد رأيكم في التعليقات وكل متابع لي سأل علي الفترة اللي انا اغبتي فيها دي بشكرك جدا 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 من كل قلبي انتوا احلى ناس في حياتي ربنا انعم علي بكم دي اللمبة الداخلية بتاعتها اللمبة لد وهنا برضو عندنا فتحات تهوية فرحانة جدا يا جماعة وزعلانة في نفس الوقت ان انا مكنتش متواصلة معاكم الفترة اللي فاتت بس قلت ارجع معاكم بقى بفيديو قوي جدا ان شاء الله يا ربي ينور رضاكم وينور اعجابكم دي الدواخل بتاعت التلاجة وده الله مصالي وسلم وبرك عليك يا سيدنا محمد ادي فريزر بتاعنا بقى نيجي بقى للايه للعملاق الكبير بتاعنا كل الحاجات المكتوبة عليه دي بصراحة يعني آآ آآ افدتني فيه قوي 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 موفر للطاقة نفروست شاشة ليد ضقم داخلية ليد آآ نظام دفع الهواء آآ الهواء متعدد الاتجاهات يعني هو تحفى بصراحة بصراحة تحفى ومتشكلة لكل متابع افدني وقال لي على ويت ويل الناس اللي سألت علي ربنا يدمكم نعمة في حياتي وبعتذر جدا عن آآ تأخيري في تنزيل الفيديوهات الفترة اللي فاتت دي كان فترة صعب عليها جدا وكنت تعبانة فيها ومريضة والحمد لله الحمد لله في فضل من ربنا ونعمة انت عافيت وان شاء الله ننزل ونستمر معاكم تاني وننزل فيديوهات وتكون فيها افادة للجميع ده بقى العملاق بتاعي ويت ويل جبته لكم وهو بعد ما شغلته آآ طبعا العمال جابوه وقالولي ان انا ما شغلهمش غير بعد اثناشر ساعة شغلت الديبه هو بقى وابتديت بقى حط فيه حاجات بقى يا جماعة بقى يلا الحمد لله الحمد لله ربنا يدمها فضل ونعمة يا رب عندنا هنا الدرجين اللي فوق دولم طبعا الاضاقة لد لمبا لد ده هون من جوة الدرجين اللي فوق دولم اللي هما بتوعد لتدليج السريع عايزة تحطي حاجة وتتليجيها تدليج سريع بتتليج معاكي في ثواني هما الدرجين اللي فوق دولم اللي هما من غير غطى والادراج اللي تحت مساحتها هايلة قوي ان شاء الله آآ احنا جبنا تديب بقى وان شاء الله نعمل حلقات تفرزات مع بعض بازن الله يلا بقى بركولي وهنوني وفي التعليقات كده زغرتولي واتمنى من كل قلبي اكون نزلت فيديو النهاردة يكون اللي عايز يجدد واللي عايز يجيب حاجات جديدة في بيته اكون قفته بمعلومات عن ويتويل وعن كريازي هما ممتازين بصراحة ممتازين جدا 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 بالنسبة لي على الاقل الله هو اكبر هو اكبر وبعد الكلام الجميل ده وبعد شكري ليكم وطبعا لو فضلت اشكركم من هنا لحد السنة الجاية مش هقدر اوافيكم حقكم يا احلى متابعين في انكم شرطوا علي في ان انا جيب اه التلاجة كريازي والديب بتاعي يبقى ويتويل هاخدكم بقى لجولة بسيطة كده او لديه للجولة الجاية ان شاء الله عايزاكم بقى اه تشوفوا معايا عجان كويس انا نفسي بصراحة اشتري عجان وكل اللي عنده عجان وعارف انه هو كويس وسعره مناسب يكتب لي في التعليقات ويكتب لي العجان ايه مميزاته وايه عيوبه عشان طبعا انا باستفاد من تعليقاتكم الجميلة وباستفاد من كل واحد بيرشح لي حاجة بشوف الدنيا حواليها عاملة ايه قبل ما احطي فلوسي فيها معانا هو العجانات ومعانا كمان الله مصلي وسلي مبارك عليك سيدة محمد طبعا دي كاملة بالمكانة كمان المفرمة بتاعتها يعني كزا نوع وكزا اه حاجة وشوفوا الاسعار بتاعتهم عايزاكم في التعليقات تفيدوني ايه نوع العجان الكويس المناسب طبعا اللي اجيبه ويقعب معايا اه عمره وطبعا يبقى استهلاكه جميل وان شاء الله نجيبه ونعمل احلى معجنات مع بعض اشكالهم هيلة بس انا حاسة ان الحلل بتاعتهم كنزة شوية فاللي عنده اه عجان ويكون الحل بتاعته اه مناسبة وكويسة هتاخد معانا الكيلو الجي ايه مستريح يقول لي عليه يقول لي على نوعية العجان ويقول لي على تمنه في التعليقات وان شاء الله نعمل الجولة بقى الحقيقية ونروح نجيب مع بعض العجان ونيجي بقى نعمل عنه هنا في قلب البيت ونوره لكم بسم الله ما شاء الله يعني الحاجات جميلة وانا استفدت جدا بالجولة في بيتك وفرحانة جدا اه بتدي فريزر وفرحانة اه بالتلاجة وطبعا اه احلى متابعين بشكركم جدا جدا من كل قلبي احلى اخوات بيسألوا على الواحد لما بيغيب لا يكون